يلا نبدأ على بركة الله بعد الصلاة على محمد وآل محمد السؤال الأول وزعنا الأوراق جاهزين؟ نقول ابدأ يلا ابدأ ورد لفظه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم وهي في سورة المائدة ثلاث مرات منتهيا بكل الصور التالية ما تقول أستاذ جعفر؟ فأولئك هم الكافرون جعفر يقول الكافرون ناقشون أستاذ جعفر؟ ما قال جعفر؟ الظالمون جعفر يقول ظالمون أكير جعفر؟ أبو هادي وش سجلتون؟ هذا عدل الكافرون كافرون؟ ما عدى؟ ما عدى؟ يعني كلهم جو ما عدى ويشو؟ وش سجلتون أستاذ ميثم؟ الخاسرون؟ الخاسرون؟ ها؟ الكافرون؟ وش الإجابات؟ طلعت النتائج؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد ولمحمد السلام عليكم جميعاً نحييكم ونحيي الفرق الحاضرة طبعاً في الآية لو بالتأمل في المعنى بأن هناك معنى واحد فقط لا يناسب الآية فريق الولاية أجاب الكافرون وفريق تسنيم أجاب الخاسرون وفريق مركز الإمام الحسين الفاسقون وفريق الشهيد أحمد حسن عيسى أجاب الكافرون والإجابة الصحيحة هي الخاسرون هذا المعنى لو لاحظتم لا يناسب خسروا ماذا؟ ما النتجة التي خسروها؟ من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الوصف المناسب لهم كافرون ظالمون أو فاسقون فالإجابة الصحيحة هي الخاسرون ما عداك لفظ الخاسرون طبعاً النقاط في هذه الحالة تسليم الوحيد طريق تسليم هو الوحيد الذي أجاب الإجابة الصحيحة وحصل الثلاث نقاط يعني الآن الفرق الثانية عندها فرصة الإجابة على السؤال التعويضي يا الباص يا الطيارة وإذا تبعون تلحقونهم الواحد يحتاج خاطر شوي طيارة هنا جعفر إذا الطيارة حطوها قدام حطوها قدام عشان نسألكم طيارة حطوها مني أبو هادي خايف يركب الطيارة يقول من الزمان ما يروح يران ما يروح إلا بالباصات أبو هادي يا عباس مطر بس في الباص حملة أنوار الرحمة تروح بالباص باصين وطيارة فريق أستاذ جعفر هنا فريق مركز الإمام الحسين مخاطر ما إعراب لحافظون في الآية المباركة من سورة يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أستاذ ميثام وش جاوبتون لا معل وش تقولوا أنتون زين خبر إنه مرفوع بالواو ما دي بعد عربي غزرتون واجد وش قلتون خبر إنه ما سمعناك برفعوا صوت كمام خبر إنه يقولون وش طلعت النتائج فضل استاذي فريق الولاية أجاب فاعل منصوب بعد لو فاعل بعد مرفوع بعد يعني أستاذ علي معراج أبو محمد شوفوا لكم حل وفريق الشهيد أحمد حسن عيسى خبر إنه منصوب وفريق مركز الإمام الحسين خبر مرفوع وبعد ما رفعه النون يعني هو خبر مرفوع هو الإجابة الصحيحة اللام لام الابتداء للتوكيد أو اللام المزحلقة التي تزحلقت إلى الخبر وحافظون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جم مذكر سالم فالجميع الإجابة خاطئة وإن كان فريق الشهيد أحمد حسن عيسى كان مقترب من الإجابة خبر إنه منصوب إنه فريق الشهيد أحمد حسن كان قريب بالإجابة إذا ما في نص حسن يعني ما لهم نص درجة تستاد بعد وتصحى حوراق المشكلة إذن هذا قرار اللجنة قرار اللجنة قلنا في القوانين إذن كل المشاكل لو كانت لو كان لهم درجتين عطيناهم واحد لكن نص ما في نص النتائج النهائية فريق الإمام الحسين ناقص واحد فريق الشهيد أحمد حسن عيسى صفر فريق الولاية صفر وفريق تسنيم متقدم على الفرق الباقية بثلاث نقاط قبل السؤال هناك شفاعة للفرق التي لم تجي بإجابة صحيحة اللي حضر المسابقة أمس يعرفون أن اللي ما يجاوب السؤال والسؤال تعويض الصح لازم يقدم بيت أو معلومة أو أي شيء علشان ينتقل للمرحلة لبعدها أدم الصلاة على النبي محمدي فقبولها حتم بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمدي الله مصلي على محمد وآل محمد أو عن الرسول إن أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غارق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم يقول إمام الحسن المجتبى عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الآن المحطة التالية المدينة المنورة ما معنى حبنا هل أسئلة ما معنى التراث في قوله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما هل أصناف الطعام الميراث الربا أم الميتة فريق تسنيم شنو كانت إجابتكم الميراث لجنة التحكيم ش تقول فريق الولاية أجاب أصناف الطعام وفريق الشهيد أحمد حسن عيسى أجاب الربا وفريق تسنيم ومركز الإمام الحسين أجاب الميراث وهي الإجابة الصحيحة إذن الميراث هي الإجابة الصحيحة نعم سؤال تعويض الآن أحد يبغي يستقل الطيارة طيارة تخوف يا جماعة طيارة تخوف أحد يبغي يستقل الطائرة مستعدين ابدوا الإجابة أكمل الحديث التالي من غرر الحكم لأمير المؤمنين عليه السلام فراغ أحسن الإحسان هل هو الصبر أم العفو أم الصدقة أم البر عقيل مطر ما كانت إجابتكم البر فريق الشهيد أحمد حسن عيسى العفو لجنة التحكيم الإجابة الصحيحة هي العفو وهي التي أجاب بها فريق الشهيد أحمد حسن عيسى بينما فريق الولاية أجابة البر وهي إجابة خاطئة الدرجات النهائية فريق مركز الإمام الحسين درجتين فريق الشهيد أحمد حسن عيسى درجتين الولاية صفر فريق تسنيم ست درجات فصدارة فريق تسنيم الآن السؤال للجمهور ما مستوى ارتفاع مكة المكرمة عن مستوى سطح البحر الشباب هنا مراكزين 333 333 وشو متر ما شاء الله يستاهل أفلح من صلى على محمد وآلي محمد ما شاء الله عليك تركيز قوي في شفاعة حين كامل جاوبوا لو يحتاجون شفاعة ايه في شفاعة صح نبن اسمع بيات يا جماعة طلبوا مساعدة الجمهور حمود تشفى عليهم شلون تشفى عليهم ها حديث ما شاء الله نعم التربي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خرج في طلب العلم فهو بسبيل الله حتى يرجع أحسنت أحسنت يستاهل جائزة اللجنة تقول يستاهل جائزة خلاص نعطي جائزة يستاهل حمود شارك من البداية الأسئلة مزعى على المجموعات المحطة التالية هي السيدة زينب عليه السلام الفرق جاهزة الإجابة تفضلوا ثائر علوي ختل في معركة فخ مع أصحابه بعد ثورة قام بها ضد الحكم العباسي شبهها البعض بواقعة كربلاء هل هو زيد بن علي بن الحسين محمد ذو النفس الزكية إبراهيم المجاب الحسين بن علي العابد فريق الشهيد أحمد حسن عيسى وفريق الولاية أجاب زيد بن علي بن الحسين طبعا وفريق تسنيم وفريق مركز الإمام الحسين أجاب الإجابة الأخيرة وهي الإجابة الصحيحة للحسين بن علي العابد إذا فريقين إجابة صحيحة وفريقين إجابة خاطئة النتائج فريق مركز الإمام الحسين خمس درجات الشهيد أحمد حسن عيسى درجتين فريق الولاية صفر فريق تسنيم في الصدارة بتسع نقاط السؤال التعويضي الآن أحد يحتاج أحد يبغي يستخدم الطيارة ما تبي تروحهم بالطيارة طيارة فريق الولاية بدأ بالمخاطرة بينعش المسابقة أنا أحس أن هناك في إنعاش شوي في فريق الولاية بيصير الحين وبينعش المسابقة وبينافس فريق تسنيم تذكيرتين طيران على خطوط بربورة نتمنى أن تستخدمونها وتواصلون الأسئلة موجودة عندكم ابداولوا الإجابة فيمن نزلت الآية المباركة ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون لآية تسع وتسعين من سورة البقرة هل نزلت فيه عبد الله بن سوريا أم كعب بن عمر أم عبد الله بن زيد أم حيي بن أخطب ما قال طيارة مقترقت أبا هذي الإجابة عبد الله بن كعب والفريق جاوبوا حيي بن أخطب والإجابة الصحيحة هي عبد الله بن سوريا إذن الإجابتين كانت خاطئة الفريقين خسروا نقطة واحدة فريق الإمام الحسين خمس درجات فريق الشهيد أحمد درجة واحدة فريق الولاية ناقص درجة وفريق تسنيم تسع درجات فيها شفاعة عدلة شفاعات واجد نحتاج اليوم تشفعون ليهم يا جماعة أولاد أستاذ ميثم أكو يبون يشفعون للبقية حسين أبو علي الشايب يشفع البقية الفرق عشان ينتقلون إياننا إلى المرحلة القادمة واش تقول أبو علي النبي محمد صلى الله عليه وآله البخيل وبعيدون عني وبعيدون عن الله وبعيدون عن الجنة وقربوا من النار أفلح من صلى على محمد وآلي محمد أم صلى على محمد وآلي محمد محطتنا التالية هي سامراء المقدسة الأسئلة موجودة على الطاولات الفرق مستعدين هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا آية وصفت حال المسلمين في إحدى المعارك فما هي تلك المعركة هل هي الأحزاب أم أحد أم حنين أم تبوك الإجابات متقاربة أبو فردان واش تقول واش جاوبتون الأحزاب أبو هادي تبوك فريق تسنيم الأحزاب فريق الشهيد أحمد الأحزاب الأحزاب الأغلب الأحزاب فريق الولاية أجاب أحد هو فعلا ممكن تكون أحد ابتلوا هناك يعني كان فيها بلاء الإجابة الصحيحة هي الأحزاب كل الفرق أجابت إجابة صحيحة ما عدا فريق الولاية فريق تسنيم لا زال في المقدمة 12 نقطة بعده فريق الولاية أي فريق الولاية بالسالبة سالب واحد الإمام الحسين ثمانية الشهيد أحمد أربعة يعني الفريق لحد الحين اللي قاعد ينافس فريق تسنيم وفريق مركز الإمام الحسين عليه السلام أرى طائرة على الطاولة أرى طاولة تحت تحت الطائرة ما قلت شي غلا أرى طاولة تحت الطائرة تخترتوا الطائرة أو بالباس بتروحون أين دفن الشيخ المفيد في النجاف أم كربلا أم الكاظمية أم سام الراق في أحد راح العراق هنا شبابا من هو راح العراق أول علاوي راح السنة اللفاتات رحت للإمام علي رحت هاجلت في النجافة عدلنا لا من نجافة أين عجال من رائعة الكاظمية ما شاء الله ممسوح عليها الولد الأبناء الأعزاء ما نعرفوه عن الشيخ المفيد رضوان الله عليه أنه أحد علمائنا في القرن الرابع الهجري ورحمه الله كتب عدة دراسات وتوفي في مدينة بغداد ودفن بالكاظمية وتنسب بعض المصادر التاريخية بأنه له اتصال غير مباشر مع الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن سلام الله عليه ونقل بعض العلماء مثل كتاب الطبارسي الكتاب الاحتجاج للطبارسي رسالة من الشيخ رسالة من الإمام للشيخ المفيد فيما أتذكر ونسأل الله أن تكون هذه الكلمات القليلة فيها شيء من الإفادة وهو اسمه النعمان محمد بن النعمان رضوان الله عليه معذرة إذا أردتون رتبوا شوي الله يهديكم بشكور يا أبو محمد والله أنت بالنسبة إلينا يعني رافد مهم وبشاركتك وأطلالتك وبمعلوماتك القيمة مهمة جدا شكرا أبو محمد محطة تنتالية هي الكاظمية السؤال احتاج إلى توضيح قبل ما تشوفونا قبل لا يبدأون الجماعة بالإجابة على السؤال أستنويه اللفظ يقرأ بقراءتين بالرافع وبالكسر المطلوب هو القراءة بالكسر وليس بالرافع ما إعراب لفظ الجلالة الله في القراءة على الكسرة في الآية الثانية من سورة إبراهيم ألف لامراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد فريق الولاية أجاب فاعل والفاعل المرفوع هي بالكسر طلبه والظهر أخده على القراءة الرافع وحتى الرافع بعد فاعل ما بتصير وفريق الشهيد أحمد حسن عيسى مضاف إليه مجرور وفريق التسليم اسم معطوف مجرور وفريق الإمام الحسين أجاب بدل منصوب بالكسرة لماذا ممنوع من الصرف يعني هي الإجابة الصحيحة بدل الله بدل من الإسم العزيز الحميد من هو العزيز الحميد الله والعزيز الحميد مجرور فهو بدل مجرور بالكسر من العزيز الحميد فإذا مركز الإمام الحسين يحصل على درجتين فقط ويحصل على ثلاث لأن ما جواب جواب كاملة الأسئلة التعويض طيارات في طيارات أبو هادي أبو هادي قام ما يفتكر وحط الطيار قدام على طول المركز الإمام الحسين طيارة أدنا طيارتين وباص باص باص أستاذ فريق تسنيم باص ما يبون يرجعون إلى الوراء خطوة طيارة واحدة طيارتين وباص الفرق اللي له السؤال يمكن أن يكتب فيما معناه ليس نصا يكتب أو فيما معناه فيما معنا المثل من الآية الكريم اذكر الآية التي ضرب الله بها مثلا ليبين أن القرابة من الأنبياء لا تحصن من دخول النار الإجابات الإجابات كلها أجابت نفس الآية سبحان الله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح والإجابة صحيحة وكذلك الآية وكذلك ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كذلك سورة تبت يدى أبي لهب وتب أيضا فيها مضح آيات كثيرة جدا كلها لو أجابوا لكن سبحان الله الفرق كلها أجابت نفس الآية لا زال فريق تسنين في الصدارة 13 نقطة فريق الإمام الحسين 10 نقاط فريق الشهد أحمد عيسى 6 الولاية نقطتين وصلنا لمحطة السادسة وصلنا كربلاء بين الحرمين في من نزلت الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم طبعا أولا هذه الآية تعتبر في العقيدة أو البذهب الشيعي من الآيات الاستدلالية لمبدأ التقية أن هذه الآية من الاستدلالات العقائدية لمبدأ التقية والفرق كلها أجابت عمار بن ياسر وأعتقد بأن الإجابة صحيحة وصحيحة معارفين قصة عمار وسبب نزول الآية جميع الفرق حصلوا على ثلاث نقاط ما في باصات ولا طيارات فالسؤال السؤال التالي جاهز الأوراق مستعدين النجف الأشرف وصلنا في كتاب الله تعالى صفة للأخذة الشديدة الزائدة في الشدة هل هي زلزلة أم رجفة أم رابية أم صيحة فريق الشهيد أحمد حسن عيسى أجاب صيحة وفريق الولاية أجاب رجفة والإجابة الصحيحة هي في قوله تعالى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية في فريق جواب صح فريقين جوابوا صح فريق تسليم وفريق الإمام الحسين سؤال التعويضي في طيارات لما فيه طيارة نأخذ من محمد لأنه قاعد في الوسط سؤال في من نزلت الآية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن أن أردن إلا الحسن والله يشهد أنهم لكاذبون هل نزلت في زيد بن المهلهل أم شيبة بن ربيعة أم صفوان بن أمية أم عبد عمر أبو عامر الراهب طبعا الآية مسجد ضرار صار هذا من الأمثال بعد ذلك لأي مكان تبث منه فتنة يقال له مسجد ضرار أصبح مثل من الأمثال والفريقان أجاب إجابة خاطئة فريق تسليم أعتقد طائرة طائرة خسرتون نقطة الإنسان يحتاجي خاطر أحيانا عشان النتيجة الآن النتيجة نهائية حسمت طبعا فريق مركز الإمام الحسين 16 الررجة فريق الشهيد أحمد 8 فريق الولاية 5 فريق تسليم 19 وصلنا للمحطة الأخيرة مشهد الله أنيس النفوس في ذكر أي معركة نزلت الآية الكريمة إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به أحد الخندق بدر هنين فريق الشهيد أحمد حسن عيسي شنو كانت إجابتكم هنين كانت فريق تسليم وش تقولون هنين أكيد مركز المرحب حسين أنا حس إجابة صادق زين هنين أربع الفرق جاوبة هنين نعم الآية التي تقول فيها في البداية إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين الإمداد بالملائكة بألف من الملائكة مردفين بدر إذن الإجابة الصحيحة بدر وكل الفرق أجابت حنين يعني مو شسمون كل الفرق خسرات ثلاث وتبقى الدرجات كما هي وكذلك بعد إجابة المكرفون بعد إجابة وغلاء إذن 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 انتهينا إلى هنا محسمة النتيجة المركز الأول فريق تسنيم 19 نقطة المركز الثاني فريق مركز الإمام الحسين 16 نقطة المركز الثالث فريق الشهيد أحمد حسن عيسى فريق الولاية خمس نقاط إذن تصدر للجولة النهائية فريق مركز الإمام الحسين وفريق تسنيم